سخينا نبدأ بقى ونتكلم عن المباراة إن شاء الله والمواجهة القادمة للأهلي طبعا طبعا زي ما حضرتكم أكيد يعرفين الأهلي عنده مواجهة قوية جدا أمام المصري الفورسعيدي التكلام ده طبعا ضمن المنافسات يعني كأس مصر وماتش أكيد حيكون قوي جدا جدا لأن يعني خلاص احنا فيه ماتش بكرا إن شاء الله وبالمناسبة هتلاعب على ستاد بورج العرب ماتش مهم زي كل ماتشات الكأس لأن انت يا تكمل يا تتكن على الله احنا طبعا بطبيعة الحال كأهلوية دايما عينينا على البطولة وجمهور النادي الأهلي ما بيرضاش غير بالفوز بالبطولة الحمد لله احنا مشوارنا في البطولة دي ماشي كويس جدا لغاية دلوقتي حققنا الفوز على الدخلية بماتش في دورة 16 بثنائية نظيفة وقبلها في دورة 32 فوزنا على منتخب السويس بهدف دون رد عشان كده كولر الحقيقة عامل استعداد قوي جدا يتناسب مع خصوصية مباراة الكاس والان هو كمان عينه على الفوز بالبطولة بطبيعة الحال واحنا عندنا ثقة كبيرة في كل اللاعبين وطبعا اكيد برضو مبسوطين من عملية التدوير النكحة اللي بيلعب بيها او اللي بيقوم بيها مستر كولر وبنشوف من خلالها مشاركة تقريبا لجميع اللاعبين عشان يقدر بيواجه من خلال ده ضغوطات المباريات اكيد بنتمنى لفرقنا بكرا ان شاء الله كل التوفيق